بقى كده شوية نخفف بيها الأجواء موسي ماني مشي النهاردة من الأهلي هسألك عن النقطة دي لكن قبلها هقول ان الزمالك في استعداده الأخير لمواجهة الأهلي النهاردة خارج من المباراة الداخلية بتلت إصابات محمد أشهر فروقة تعرض لإصابة وعبدالله جمعة تعرض لإصابة ومحمد عبدالغاني تعرض لإصابة فريرة كمان اتكلم على انه مش عايز تكلم من جديد عن مشاكل الكرة المصرية على مستوى جدول المباريات فريق هيواجه البنك الأهلي بعد ماتش الأهلي بتلت إيام وهيخوض مباراة كل تلت إيام خلال شهر يوليو المقبل وقال انه فضل الدفع بعدد من الشباب النهاردة في رقاء اليوم لأنهم مستقبل الزمالك وانه متشاة الكاس بتختلف عن الدور لان الدوري مفهاش أشواط إضافية أو ركلات جزاء وقال ان شيكابالا شارك في اللقاء بعد العودة من فترة غياب لمدة شهر وشارك فقط في خمس تدريبات وإذا كان شيكابالا في كامل جهزياته لسجل هدفين في رقاء اليوم أمام الداخلية ده تأهل بيزا مالك إلى دور 16 من كاس مصر في الوقت اللي الأهلي تأهل بالأمس إلى نفس الدور لكن في صباح اليوم التالي رحل موسماني شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة